رمز القاضي من الضحلة الجنوبية مراسلة تلفزيو العربي في بيروت موجود معنا رمز مرحبا بك إذن أصبح الآن الموضوع واضح حزب الله في بيانه يحمل إسرائيل بشكل واضح وجلي المسؤولية الكاملة عما أسماء العدوان الإسرائيلي على لبنان التفاصيل ماذا جاء في البيان أيضا؟ صحيح إذن بيان صادر عن حزب الله في هذه الأثناء أقرأ منه أنه بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة بشأن الاعتداء الآثم الذي جرى بعد ظهر اليوم فإن الحزب يحمل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي طال المدنيين أيضا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة إن شهداءنا وجرحانهم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس إذن هذا بيان حزب الله أن هذا العدو الغادر والمجرم كما أكد الحزب في بيانه سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم إذن الحزب يحمل إسرائيل مسؤولية هذا العدوان الذي يصفه بالإجرامي والذي طاول بحسب إشارة بيان الحزب ليس فقط عناصر وكوادر الحزب بل أيضا مدنيين وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة إذن حزب الله يتوعد إسرائيل بالرد بمواصفه بالقصاص العادل على هذا العدوان إذن حزب الله ننتظر كيف سيأتي هذا الرد من قبل الحزب الذي يتوعد في هذا البيان أشير إلى أنه البيان الثاني بعد البيان الأول الذي خرج عن حزب الله والذي أشار فيه إلى طبيعة هذا الهجوم وأكد أنه يجري تحقيقا وأن الحزب في أعلى الجهوزية للرد على هذا الهجوم هذا البيان الثاني من قبل حزب الله في هذه الأثناء والذي يتوعد إسرائيل بحسب ما وصفه بالقصاص العادل ويحملها المسئولية عن هذا العدوان الإجرامي أضيف أيضا إلى أن الحكومة اللبنانية كانت أيضا وصفت هذا الهجوم المتزامن بالعدوان الإجرامي على كامل لبنان وأكدت أنها تتواصل مع الدول المعنية والأمم المتحدة لأيضا ردع إسرائيل في هذا الإطار وتحميلها مسئولية هذا العدوان بحسب أيضا ما وصفته الحكومة اللبنانية إذن هذا البيان الثاني من قبل حزب الله